أهلا بحضراتكم مرة تانية مباراة من ضمن المباريات اللي بيختم بها النادي الأهلي الموسم ده اللي ما كانش موفق فيه الفريق بخصوص الفوز ببطولة الدورية مباراة الإسماعيل النهاردة وبخلاف يعني طبعا كل الظروف اللي احنا عارفينها ستتعلق بالفرقة نفسها أو حتى ستتعلق بالإصابات الغيابات يعني العوامل الكتير اللي أصرت بشكل أو باخر على النادي الأهلي في هذا الموسم لكن في كل الأحوال دايما أنت بتحاول تخلق لنفسك دوافع دايما بتحاول أن أنت تطلع ببعض المكاسب من خلال هذه المرحلة وأنا بشوف أن الأهلي بالتحديد خلال المرحلة دي قدر أنه يخرج ببعض من المكاسب خصوصا بعد قرار مجلس الإدارة مع سوارش المدير الفني للفريق بالدفع بي العناصر الشابة واللي قدرنا من خلالها نستكشف عدد من النجوم أو بالتحديد يعني الجهاز الفني قدر يستكشف عناصر مهمة جدا من الوارد قوي قوي أنها تكون إضافة للفرق خلال الموسم الجديد بالتحديد لما تيجي تتكلم على محمد أشرف أحد أبرز العناصر في وجهة نظري تيجي تتكلم على ميدو نبيل برضو كويس زياد طارق ممكن يكون عندهم بعض النواقص هما الاتنين تحديدا في الجانب الجسماني أو القوة البدنية بالتحديد بس يجي أو يجي منهم بخلاف أحمد سيد غريب يعني عشان ما نساش حد في مكاسب من المرحلة بإذن الله يعني وإن شاء الله يكون خلال الفترة اللي جاية يتم البناء على المكاسب دي مع الإضافات الجديدة المؤكدة إضافات مؤكدة بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية وأخبار حتكون سعيدة بالنسبة للجمهور بخلاف عودة اللاعبين اللي خدوا قسط من الراحة عشان يقدروا يجهزوا لموسم الجديد وبخلاف عودة المصابين فبإذن الله أحد أحد الأهلي حيكون عنده توليفة مميزة توليفة حتبستك لموسم الجديد قايمة إن شاء الله إن شاء الله ترد على الكل تقدر من خلالها أن أنت يعني إيه بقى لا يا جماعة أنت وكده تكلمتوا كتير قوي بقى إحنا دورنا للوقت وقتنا إحنا ما بنمشي كويس جدا وناخد بطرات كتير جدا بنيجي شوية كده نريح بس بعد ما بنريح يعني حنرجع ناخد كل حاجة بإذن الله تعالى وأنا عندي سوكة كبيرة جدا في اللاعبين وأكيد في مسؤولي النادي الأهلي ده أمر مؤكد فإن شاء الله يكونوا موفقين خلال المرحلة دي مباراة الإسماعيل طبعا في كل الأحوال هي مباراة جماهيرية فريق إسماعيل فريق كبير عنده جماهيرية كبيرة مر بظروف صعبة المسم ده لكن في نفس الوقت دايما مطشط أهلي إسماعيلي تبقى مطشط قوية جدا جدا وما تقدرش تتوقع نتجتها بالتحديد في المرحلة دي إسماعيلي ما كانش في أفضل حالاته دلوقتي نتائجت حسنت مع كابتن حمزة الجمل الأهلي مش في أفضل حالاته حاليا لكن ما فيش حاجة مضمونة في كرة القدم فالرجاء اللي احنا بنرجوه من لعب النادي الأهلي الحاليين أنه هم يحاولوا بكل قوة أن يستغلوا الفرصة أنتوا عندوكم فرصة من دهب أنتوا بتلعبوا دوري ممتاز جمهور كتير جدا بيتابع سواء من خلال من درجات أو من خلال شاشات التلفزيون الكل مركز الكل بيشوف مين ينفع مع الأهلي السنة الجاية ومين ما ينفعش أو ممكن ينفع بعد كده لكن مش في آرة مدة في فرصة مميزة جدا فحاول تستغلها بمنتهى القوة حاول تثبت أنك ينفع تكمل مع الأهلي موسم اللي جاية لأن خلينا برضو نتفق أن المرحلة دي هي مرحلة تقييم بمنتهى صراحة الناس في النادي بيقيموا الوضع مين يكمل؟ مين يطلق آرة؟ مين يتم بيقه؟ كل الحاجات دي بيتم تقييمها خلال الفترة دي لحد ما ينتهي الموسم أو لحد ما ينتهي بطولة الدور يعني يوم تلاتين تمانية على ما أعتقد فكلها أمور مهمة يعني بإذن الله تعالى خلينا أفكركم بقيمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الإسماعيل اختار سوارش في حراس المرمة زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة علي لطفي مصطفى شوبر وحمزة علاء في خط الدفاع محمد عبد المنعم محمود متولي كريم فؤاد محمد أشرف محمد نصير محمد أحمد شرقية في خط الدفاع أو في خط الوسط عرف عفوا أحمد عبد القادر محمد محمود ميدو نبيل محمد فخري أحمد عبد النبي رأفة خليل اللي بالمناسبة ممكن ياخد النهاردة بعض الدقائق زياد طارق لويس ميكيسوني ومحمد حمدي وفي خط الهكوم حسام حسن وأحمد سيد غريب وعلي عمر بالمناسبة علي عمر ده مهاجم كويس جدا في قطاع النشقين في النهار الأهلي مهاجم كويس جدا لو خاد فرصة ممكن يلفت الأنظار بشكل كبير فدي قايمة الفريق لمباراة النهاردة بإذن الله طيب في المقابل تم تعيين حكام المباراة بشكل رسمي وتم الإعلان إمبارح بالليل فالحكام اللي حيديره المباراة دي زي ما حررتكم برده شايفين كده على الشاشة محمد الحنفي حكم ساحة أحمد حسام حكم مساعد يوسف البساطي مساعد تاني وأحمد حمدي حكم رابع وعمر الشناوي حكم فيديو ومصطفى عطية حكم فيديو مساعد إن شاء الله نتمنى لهم برده أن هم يقدم مباراة كبيرة بشكل مميز وخصوصا أنه زي ما سمعت يعني كده أن الرجل كلاتنبرج في اجتماعاته مع الحكام المصريين قالوا يا جماعنا ما عنديش تسامح اللي بيغلط لازم حيتحاسب لازم حيتعاقب وخصوصا أنه راجل جديد لسه جاي فكل الحكام نازلين مركزين قوي قوي في الملعب والنازلين عايزين يثبتوا أنهما حكام كبار وأنهما عندهم إمكانيات كويسة وكلام من ده هو ده اللي كان مطلوب بصراحة فترة اللي فاتت لا كان فيه تسامح يعني مبالغ فيه بل بالعكس كمان هو أصلا ما كانش فيه اعتراف بالأخطاء فكان الأداء سيء للغاية بالنسبة لحكامنا ومصريين لكن مع التغيرات اللي حصلت في اللجنة في اعتقادي الشخصي مش بقولك أننا حنلمس تطور سريع لكن حيكون فيه تطور المهم النتيجة في الآخر أن يكون فيه تطور في أداء حكامنا الفني في مختلف المباراة حتى لو فيه أخطاء ما سيعملتش المقولين كان فيه هدف من تسلل واضح جدا ما سيعملتش المقولين مقصة الأخير وتم احتسابه رغم اللجوء للفارو كمان ده تم احتسابه برضي فالله يكون فعون الرجل في لاتنبرج يعني فالله يكون فعونه عنده شغل كتير ومجهود كبير جدا هيقوم بيه خلال الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة